ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين ويرافق معالي وفد الرسمي يضم سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من كبار المسؤولين وبهذه المناسبة أدلى معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالتصريح التالي يطيب لنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة متشرفين بالتكليف السامي باللدن سيد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم برئاسة وفد مملكة البحرين في أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية أن نعرب عن خالص الشكر وبالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة التي تأتي امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض العام الماضي والتي تعكس الدورة المحورية التي تطلع به المملكة الشقيقة وما توليه من اهتمام بتوحيد الصف في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها الأمة العربية والإسلامية جراء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية واتساع نطاق تلك الأحداث المؤسفة لتشمل الجمهورية اللبنانية وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة ومساعي مكثفة للتوصل إلى حل شامل لتحقيق ما يكفل لهذه المنطقة أمنها واستقرارها على الدوام وإننا إذ نجتمع اليوم على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة لنجدها فرصة نغتنمها للإعراب عن الفخر والاعتزاز البالغين بما وصلت إليه العلاقات البحرينية السعودية من مستوى عال من التكامل وتنسيق المشترك لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين وذلك في ظل ما يجمعهما من روابط وأواصر وعورا وثيقة توطنت عبر التاريخ وتجسدت بفعل المواقف الأخوية الرسخة والثابتة في مختلف المواقف والظروف وتعززت بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ومساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وإذ تجدد مملكة البحرين شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على استضافة وعقد هذه القمة التاريخية التي تمثل فرصة مناسبة لتوحيد الجهود العربية والإسلامية لتؤكد ثقتها فيما ستثمر عنه من مخرجات تدعم تطلعات شعوبنا إلى مستقبل أكثر أمانا وسلاما كما تؤكد المملكة دعمها الكاملة لكافة المبادرات الخيرة الرامية إلى تحقيق السلام الدائم وتعزيز روح التعاون والتفاهم والحوار في المنطقة والعالم بما يحقق العدالة والكرامة لجميع شعوب الإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر